السلام عليكم شباب إشلونكم إن شاء الله زينين وبهذا المقطع إن شاء الله راح لتحدثه بخصوص لعبة وارزون موبايل وهل هاي اللعبة فشلت حالياً وهل هاي اللعبة راح تشتغل على الجهزة ضعيفة في الأيام القادمة راح أطيكم كل شي بلا أدلة مو من عندي لا من اللعبة نفسها غير معطيكم التفاصيل يا شباب اشتركوا بقناتي وانطونوا لايك وفعلوا جرس الإشارات بثل ما تعرفون أن اليوتيوبر لازم يصير هو المشتركين أكو ثقة أنا وياكم حالياً ما كو ثقة أعذر بيكم أنتم وانثاغم بي واني ولا ثقوب بيكم بس خلنهجي تموم وعوه لعبة وارزون موبايل صالها سنتين قاعد تتطور صالها سنتين قاعد تتطور حالياً تيجي تقول انو راح تشتغل على الجهزة ضعيفة زي الصاقطين صالهم سنتين يطورون باللعبة ليش ما شغلوها سنتين حالياً تيجي أنت تقول لي راح تشتغل على الجهزة الضعيفة اشلون سنتين ما قدروا يشغلوها هس يشغلوها هاي الصرفة شوية بعيدة ولعبة ورزو الموبايل لعبة مفاشلة ليش لعبة ورزو الموبايل لعبة هي تستهدف الأجهزة المتوسطة والقوية وخاصة للأجهزة القوية أما المتوسطة حتى المتوسطة يعني حتى المتوسطة مأكين خيرا يعني بس بالله يوم قد مش واحد يتعدلي هاي الصرف يعني اللاق شوية قلينا حاليا مثل ما تعفوني طلاق عالمي حيقل اللاق بلا الجزء المتوسطة ولكن الأجهزة الضعيفة الصراحة يعني عطيها طاق طاقاني حتى نتنظر بوري حتى ننقهر حتى نحن في سيابة ننقهر حتى شنوة تعرف حتى ما تشذب عليك بدون شكل خلي الآن يقعد شيئك الصراحة ما تشتب عليك راح تشتهر ورطوك لا لعبة ورزو المبايض فقط على الأجهزة القوية ثم إلى الأجهزة المتوسطة أما الأجهزة الضعيفة مستحيل تستهدف في الأيام القادمة يعني تقطيع ما تقطيع بس يعني بالأيام القادمة وراها مثلا أشهر ما أشهر يمكن تشتغل تمام ولكن مو على الجهزة الضعيفة الحالية يمكن تخلص أيام القادمة أيضا يمكن خرى بالزايد يعني يعني كل أكلان خرى مثل ما تعرفون أدري كلان لو حمام أقصد قناة لو حمام كل كلان خرى لأيام القادمة الجهاز الضعيف راح يضعف بها بالزايد هاي الحقيقة والله العظيم أنا أحب حتى الصراحة بلا أيام القادمة الجهاز الضعيف راح يضعف بزايد ليش لأن الشيح يطورا ولعبة ورزو الموبايض راح أضيف أشياء أكثر إذا ضافت أشياء أكثر شراح يصير راح يقوى تقوى اللعبة هو الجهاز ضعيف ما يتحملها صح صح أما لعبة بوبجو موبايض بالبداية ما دعمت الأجهزة الضعيفة صح صح ولكن الناس من بداية اللعبة كان أكون تقطيع كان أكون تقطيع وكلناس يعرفون هاي السالفة ولكن الناس سنة سنتين طوروا أجهزتهم وقامت تشطل عندهم وحدث ساكوا لك بعض الأجهزة والأكن تشطل عندهم أما لعبة ورزو موبايض إذا تطور جهازك إلى متوسط يعني المتوسط يبدي سعره المتوسط يعني حتى تعرفون الشي نقصد المتوسط يبدي الرامة الرامات مالت بالغالكسي من الأربعة وفوق من أربعة وفوق الجهاز الضعيف من أربعة وجوه تمام أما الأجهزة المتوسطة في الآيفون تبدي من آيفون داعش وفوق آيفون 12 وفوق لك نقول آيفون داعش آيفون إكس تمام ولكن آيفون السبعة هاي يعتبرون ضعيفة حالياً قديمات هاي الصراحة يعني قديمات ولكن بآخر مقطع شباب لازم تحطوه ببالكم أنه لعبة ورزو موبايض هي لعبة مستهدفة فقط للأجهزة القوية يعني خافت اليوم الأيام تفكروا أنه لعبة تشطل على الأجهزة ضعيفة هاي السفة من سابع المستحيلات ويعني حالياً أنا فرحاً كل شيء أنت مصدوم مصدوم ولكن هذا الكلام حتى لو ما عجبك ولكن بالأيام القادمة راح تعرف أنه كلامي أنا حق وكلامي صادق مية بالمية ليش؟ لأن جهاز آيفون 15 برو ماكس علق عندي والله العظيم عندي صار تعليق ولكن بسبب بسبب شوية المينجو هاي البينج ولكن الأجهزة الضعيفة شرح يصيب بهم ما يفوتون أصلاً شفيت واحد خطية يلعب جهاز ضعيف هم صور في فيديو ماينكرافت 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 مافايت وارزون ماينكرافت بخبصة تيب تاكوت ويقوم كسب الحيط حتيبني والله العظيم السلام عليكم